ان شاء الله ناخد مع بعض الوقت تيست اختبار عنيون التقيت على الوحدة رقم 8 من الصفح الثاني الاعداد كتاب المعصر بداية من صفحة 108 اول سؤال معايا خاص بلسنين السؤال الاول خاص بي الاستماع بيقول هنا استمع ان تشوز واختر ذاك ورقة انصر الاجابة الصحيحة بيجيب لي نص بستمع الي هذا نص جيدا وابدأ ان انا اجاوب على الاربع اسئلة اختيارات لسنتم هي اسمعوني كده النص بتاعنا بيقول ايه بيقول هنا بيحبوا الوجبات الخفيفة لكن بعض من الوجبات الخفيفة بتكون ضرة لنا احيانا احيانا بيكون ضر ان انت تأكل المقرمشات وكمان الكيكة تناول التفاح ده بيكون مثال جيد من الوجبات الخفيفة او الوجبات الصحية الخفيفة جايبني هنا اول سؤال بيقول ايه يعني ايه يعني معظم معظم الناس نقط سناكس اللي هي الوجبات الخفيفة معظم الناس بتكون ايه بالنسبة للوجبات الخفيفة طبعا معظم الناس بتحب الوجبات الخفيفة لوف سناكس تحب الوجبات الخفيفة رقم اتنين نقط سناكس او باد فور اصف عايزي يقول هنا بعض من الوجبات الخفيفة او باد فور بتكون ضرة لنا تمام يبقى كلها ولا فيوك قليل منها ولا الصم بعض ولا من العديد طبعا هنا هنختار ايه زي ما جاب لي بالظبط في النص بعض من الوجبات الخفيفة دي بتكون ضرة بالنسبة لنا رقم تلاتة يعني ايه يعني احيانا نقط ان انت تأكل اللي هي المرمشات ان كيكس وكمان الكيكة ده بيكون ايه تناول المقرمشات ويه الكيكة دي بتكون ايه طبعا هنا بتكون باد ولا اوكاي لا بس ولا هيفي ساكل ولا نويزي مزعج طبعا بتكون ضرة لنا هيبقى باد فور بمعنى ايه باد تو ايت بيكون باد يعني سيء ان احنا ناكل هزي الانواع من الاطعمة ايتن تناول نقط از اجزامبل ده بيكون مثال جيد تناول ايه بيكون مثال جيد او اهيلثي سناك ليه الوجبة الصحية او الوجبة الخفيفة الصحية تمام ده تناول ايه طبعا تناول ابلز التفاح لان الباقي سلط المرح سويتس الحلواء كراسبس المقرمشات دي بتكون اونهيلثي لكن هيه مثال جيد ليه الوجبة الخفيفة الصحية وهي ابلز التفاح تعالي نشوف بعد كده بيقول لي ايه بيقول لي هنا الحوار التالي احمد احمد بيسأل الطبيب بيسألوا ايه بيسألوا عن بيسأل الطبيب بيسأل الطبيب عن عن افضل نظام غزائي صحي بيقول لي ايه هو افضل نظام غزائي هيلثي يعني صحي احمد بيقول بليس دكتور من فضلك يا دكتور هي افضل طريقة لكي ابقى او اظل هيلثي بصحة جيدة والدكتور هنا قال له حاجة احمد بيسأله دكتور قال يعني على سبيل المثال تناول كتير من الفكهة والخضروات يعني على ايه على سبيل المثال كل ايه كتير من الفكهة كتير من الخضروات يبقى هنا هيقول له تناول غزاء صحي افضل طريقة عشان تفضل بصحة كويسة انت تأكل اكل صحي يبقى يوشط ينبغي عليك يو يعني ينبغي عليك ايد ان انت تأكل طعام صحي هيلثي فود انت تأكل هيلثي فود يعني يعني طعام صحي طبعا هيقول له على سبيل المثال كل مثلا فكهة وخضرات طيب الفكهة دي بقى ايه الفكهة او ديني مثال على الاكل الصحي اللي انت بتقول له عليه ده اتناوله يبقى هنا ممكن تديلي مثال يبقى ممكن تديلي ممكن ان انت تديلي يعني مثال ممكن تديلي مثال على كده قال له على سبيل المثال كل فكهة وخضرات احمد بيسأل الدكتور قاله عايز يقول له هنا لا ينبغي ان تأكل طعام يحتوي على كتير من الدهن او الايه من الدهن الدهن او السكر خليك دايما بعيدة عن الواجبات اللي فيها دهن او سكر يبقى هنا هيقول له ايه ايه انواع الطعام التي لا ينبغي ان اتناولها ما انواع الطعام اسمها او ايه الاطعمة what foods what foods يعني ايه الايه ايه الاطعمة شضن التي لا ينبغي اي عليا التي لا ينبغي عليا ان اتناولها ايه انواع الاطعمة المفروض ان انا ما كلهاش قال له ابعد عن الايه لو لا ينبغي ان انت تأكل اطعمة فيها دهون وسكر احمد بيقول شض اي دو اكسرسيز ممكن ان انا دو اكسرسيز يعني يتدرب او يمارس تامرين طيب هل ينبغي علي ان اتدرب طبعا هيقول له يس يس يو شض يس نعم وعند هنا اه اي هتحول الى يو وبعد كده شض يس يو شض نعم ينبغي عليك هنا احمد بيقول له ايه انا بنصحك على النصائح بتاحتك او اسف انا بشكرك بقى على النصائح بتاحتك دي يا دكتور طبعا هنا الطيب هيقول له ايه العفو يور والكم يو او يور والكم او يور والكم يور والكم العفو نشوف بعد كده اجيب لكده قطعة بنقرأها ونفهمها كده مع بعض ونجاوب على الاسئلة الموجودة تحتها بيقول لي هنا ايه يقول لي هنا نقرأ كده كلنا بنطفق او بنوافق that eating healthy food ان تناول الطعام الصحي means having a healthy life معناها او المقصود ب having a healthy life يعني بدينا ايه حياة صحية the food we eat الطعام اللي احنا بنأكله affects our life بيأثر على حياتنا more than anything بيأثر على حياتنا اكتر من اي شيء يلس اخر most people معظم الناس have three meals بيكون عندها تلات واجبات a day في اليوم او خلال اليوم but in fact لكن في الحقيقة they don't care about what they should eat لكن في الحقيقة هما ما بيهتموش وما بيعتنوش بشأن ما يأكلون for each meal في كل واجبة this meal هذه الواجبات must contain يعني بغي او ضروري ان هي تحتوي everything على كل شيء that our bodies need المفروض الواجبات ديت بتحتوي على كل شيء اجسامنا محتاجها بيكمل هنا بيقول هنا like زي ايه مثلا الخضروات فروت الفكهة ملك اللبن and بطيط سوي البطاطس although fast food بالرغم من ان الطعام السريع is delicious رغم ان الطعام السريع ده بيكون delicious لذيذ and an easy solution وبيكون حل سهل for people بالنسبة للناس يعني حل سهل كده وسريع للناس who works long hours and have no time to cook بيكون حل سريع كده للناس اللي هي بتشتغل ساعة طويلة كمان وما عندهاش وقت ان هي تطبخ ده بيكون حل لهم سريع اللي هو الطعام السريع it is unhealthy رغم كده ان هو غير صحي and sox بنصفه كمان غالي جدا it طبعا يقصد بيها الطعام السريع يبقى هنا هيقصد بيها it الطعام السريع also causes وكمان بيسبب a lot of dangerous diseases كتير من الامراض الايه الامراض dangerous الامراض الخطيرة بيسبب كتير من الامراض الخطيرة to be healthy عفا ان تكون بصحة جيدة you should eat healthy food ينبغي ان تأكل طعام صحي and also drink much water وكمان ينبغي ان تشرب much water كتير من المياه جابني هنا اول سؤال يقول people who work for long hours الناس اللي هي بتعمل لساعات طويلة بتشتغل كده وقت طويل buy fast food بيشتروا الطعام بيشتروا الطعام السريع as they have no time لان هما ما عندهمش ايه no time ما عندهمش وقت to ما عندهمش وقت ان هما to cook ان هما يطبخوا او ان هما يطهوا الطعام ما عندهمش وقت للطبيق رقم اتنين the underlying word delicious كلمة اللي تحتها خط وهي كلمة delicious means تعني كلمة delicious لذيذ تعني ايه الكلمة اللي بتسويها ما تكون حاجة رذيذة بيسويها في المعنى الطعم بتاعها جميل يبقى test nice يعني مزاق حلو او حلو ايه حلو المزاق طعمها كده جميل وطعمها حلو رقم تلاتة eating healthy food تناول الطعام الايه الطعام الصحي means having healthy معناها بيدينا ايه بيدينا ايه صحي طبعا هنا بيدينا حياة صحية يبقى having healthy life بيدينا حياة ايه حياة healthy يعني حياة صحية بيقولي هنا السؤال رقم اربع what does the underline pronoun it reverse to الضمير اللي هو تحته خط الضمير it بيشير الى ايه احنا قلنا وحنا لسه بنقرأ القطع ان الضمير it بيشير الى ايه احنا قلنا هنا بيشير الى الوجبات السريعة بيشير الى الوجبات السريعة fast food بيشير الى fast food الوجبات الايه السريعة تاني سؤال بيقولي هنا do you think هل تعتقد that eating one kind of food اني تناول نوع واحد من الطعام is healthy بيكون صحي ان انت تاكل نوع واحد بس من الطعام ده حاجة صحية why لماذا why not لو قلت ايه هتقول لي ولو قلت لا هتقول لي طبعا لا ده غير صحي لان جسمنا بيحتاج لكل انواع الطعام هنقول هنا ايه no لا it isn't healthy ده بيكون غير صحي لو نوع واحد من الطعام ده بيكون ده ما بيكونش صحي it isn't healthy انه غير صحي هنقول هنا بقى السبب because لان 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 ايه our body جسمنا جسمنا needs بيحتاج الى لان ايه جسمنا بيحتاج الى كل انواع الطعام all types of food all types of food يعني كل انواع الايه كل انواع الطعام جسمنا بيحتاج لكل انواع الطعام رقم ستة بيقول هنا what is the main idea of the passage ايه هي main idea يعني ايه هي الفكرة الرئيسية او الفكرة الاساسية لهذه القطعة القطعة اصلا بتكلمنا عن ايه طبعا بتكلمنا عن الطعام الصحي بتكلمنا عن هلثي فود بتكلمنا عن الطعام الصحي شوف كده اسئلة الاختيرات السؤال رقم واحد بيقول ايه يقول هنا اي لايك كيكس انا بحب الكيك with نقط انذم بحب الكيك بيكون في ايه جواها ميت لحوم بيجتبلز وخضروات نطس مكسرات صلات وفيها صلاتة طبعا الكيك انا بحبه وفيها ايه وفيها نطس وفي ايها المكسرات دي اللي بتكون مع الايه مع كيك ده نوع من انواع الحلوة رقم ادنين كارتز نيد تو بي كارتز نيد تو بي نقط انتو سمول بيسز عايزي قول هنا كارتز اللي هو الجزر محتاجين انه هو يكون ايه محتاجين انه هو يتم تقطيعه الى سمول بيسز اللي هي القطة الصغيرة عايزين كده نقطعه لقطة صغيرة يبقى عايزين نقول يقطع يقطع يعني قطع يعني تشوبد تشوبد يعني ايه يقطع او تقطع الى قطع صغيرة رقم تلاتة بيقول هنا نقط معناها او المقصود بيها ان انت ايه ان انت ايه ان معناها ان انت تقدم يبقى ما يقولي هنا تقديم الايه القطعمة وكمان المشروبات ايه اللي معناها ان انا اقدم القطعمة وقدم المشروبات طبعا دي معناها يعني يقدم رقم اربع الفاكهة وايه الفاكهة ونطس اللي هي المقصرات الفاكهة والمقصرات دي بتكون امثلة لايه هلثي لايه صحي دي بتكون امثلة لايه صحي طبعا الفاكهة والخضروات دي بتكون بتكون امثلة سناكس 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 واجبات خفيفة ولا سنالز كواكع ولا سيلز يبحر طيب يبقى انا هنا عندي الفاكهة والمقصرات دي بتكون امثلة لوجبات خفيفة صحية لوجبات خفيفة ايه هلثي يعني صحية وجبات خفيفة بعد كده صفحة مية وعشرة والسؤال رقم خمسة بيقول هنا نقاط يرفض يرفض اللي هو اه الطعام بتاعك او طعامك في التلاجة طبعا هقول له ايه ضع طعامك في التلاجة عشان يعني تحفظه او عشان ما يفسدش يبقى هقول له ضع يعني ايه او احفظ ايه احفظ طعامك في التلاجة يبقى يرفض احفظ طعامك كيب يعني احفظ او كن بحفظ الطعام في التلاجة رقم ستة الفاكهة بتدينا او بتمدنا بكتير من ايه عشان نكون نشطاء يعني نشيط عشان نكون كده نشطين طول اليوم طبعا بتمدنا بايه خلينا كده نشطاء طول اليوم بتمدنا بكتير من انرجي كتير من الطاقة بتمدنا بكتير من الطاقة عشان نكون اكتف من نشطاء طول اليوم رقم سبع يعني اتباع ايه صحي لو احنا نتبع ايه صحي بيحافظ عليك كده ان انت تكون كوي يعني لائك بدنيا عندك لياقة بدنية عالية لائك بدنيا طيب يبقى ان احنا نتبع بقى ايه صحي ده بيحافظ علينا كده نكون اقوياء ولائكين بدنيا او عندنا لياقة بدنية طبعا لو نتبع نظام غزائي صحي اتباع نظام غزائي صحي اتباع نظام غزائي هلثي صحي ده بيخلينا اقوياء وكمان فت لكن بدنيا رقم تمانية بيقول لي هنا ايه لا شكرا طالما قال له شكرا هنا يبقى بيعرض عليه بيعرض عليه بيقول له كده ايه رأيك او هل تود ان انت تتناول بعض من العصير بتحب كده تشرب بعض من العصير يبقى اسمها ايه يعني ايه هل تود يعني هل تود او هل ترغب في تناول بعض العصير رقم تسع عقon touch the machine عايز يقول له تلمس الالة عايز يقول له هنا بينهيه على اللامس الالة machine الالة with hand ما تلمسش الالة دي وانت ايه بأيدي مبتلة وانت اديك كده مبلولة ما تلمسش ال ايه الالة دي تمام ممكن عشان الكهرباء تمام يبقى ما تلمسش الالة دي بأيدي ايه مبللة او مبتلة تمام يبقى عايزة أدي تعليمات بعدم فعل شيء عايزة أنهي الشخص اللي قدامي عن فعل شيء باني الشخص اللي قدامي عن فعل شيء بـ don't زائد المصدر لا تلمس رقم عشرة أنا بحب الشاي بتاعي وفيه السكر قد إيه طيب السكر لا يعد تعالوا كده نشوفوا الاختيارات قليل مع الأسماء التي تعد مني كثير أو عديد مع الأسماء التي تعد يبقى الاتنين دول مستبعدين وي عندي ألط عايزة دي كمان مستبعدة يبقى أنا بحب الشاي بتاعي with a little sugar بقليل من السكر قليل للكمية أو للأسماء التي لا تعد وهي a little a little sugar قليل من السكر نحض مع بعض السؤال بتاعتها صحيح الخطأ يقول هنا would you like to have هل تود أن تتناول أو هترغب في أن تتناول نقط T يعني أي شاي أي شاي تحب كده تشرب بعض من الشاي طيب ما هو ده سؤال وإني بيجيلي في السؤال ده ده حالة عرض وسواء في حالة العرض أو حالة الطلب أنا بستخدم صم بدل إني إني في السؤال والنفي يبقى would you like to have something هل تحب أن تتناول صمتي بعض من الشاي رقم اثنين not to do your homework عايز يقول له ما تنساش تعمل الواجب المنزلي بتاعك ما تنساش تعمل واجبك المنزلي بعد كده بيقول لي إيه أنا بدي ده إيه ده تعليمات بعدم فعل شي بنهي الشخص اللي قدامي عن شي بعد don't لابد أن يأتي الفعل في المصدر المصدر من forget وهو forget يعني ينسى don't forget don't forget يعني إيه don't forget يعني لا تنسى لا تنسى أن تكون بعمل واجبك المنزل يبقى المصدر forget رقم ثلاثة his bag is light الحقيبة بتاعته بتكون light light يعني خفيفة الشلطة بتاعته كده light خفيفة it has no ad box عايزه عايز يقوله هنا بيقول بتحتوي it has إنها تحتوي على قليل من الكتب الكتب اسم جمع يعد يبقى هنا عايز أقول قليل من مع الأسماء التي تعد قليل مع الأسماء التي تعد وهي كلمة afu بتحتوي على afu يعني قليل من قليل من الكتب رقم أربعة there is يوجد نقط t in the cup قليل من الشاي في هذا في هذا الكوب أو في هذا الفنجان i have drunk most of it أنا شربت معظمه يوجد إليل من الشاي ده شيء إليل ده أنا شربت معظمه تمام أو أشرب معظمه يبقى عندي هنا كلمة t الشاي الشاي يعد لا طبعا لا يعد طبعا أنا عايزة أقول قليل لكن مع الأسماء التي لا تعد قليل مع الأسماء التي لا تعد وهي كلمة ايه كلمة a little قليل من مع الأسماء التي لا تعد a little عايزة نكتب هنا عن fast food هنكتب هنا عن الطعام الطعام السريع وده أصلا هتلاقوهم الجواب في نهاية الكتاب وكمان إن شاء الله أدم لكم أهم البراكرافات لمنهج الصف الثاني الأعدادي ناخد مع بعض دلوقتي اختبار مصغر للطلاب الأزهر بيقول لي هنا الحوار بيدور ما بين ناهد بتقول هنا are you going out this afternoon يعني بتسألها بتقول لها هو أنت هتخرجي this afternoon في هذه الظاهرة هنا نهال ردت عليها ناحية بتسألها سؤال نهال هنا قاتلها because I haven't finished my homework yet يات يعني حتى الآن لأن أنا حتى الآن لم أنتهي من عمل الواجب المنزل بتاعي بقى هي هتخرج ولا لا يبقى مش هتخرج هتقول لها no لا هنا هتحول إلى I و I بهيجي معها I am not في حالة النفي no I am not لا أنا مش هخرج طبعا هتقول لها ليه هتقول لها لأن أنا haven't finished ليه 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 أنت مش going out مش هتخرج aren't you going out ليه مش هتخرج أتلها لأن أنا لم أنهي المنزلي ناهج بتسألها نهال هنا قالت لها يعني في خلال ساعة لما أنتهي أنا هتصل بيك في خلال ساعة كده لما أخلص الواجب المنزلي بتاعي يعني سوف أتصل بكي تمام يبقى هتقول لها هتقول لها طب أنت هتخلص إمتى هتلها في خلال ساعة متى يعني when when وبعد كده عندي الفاعل المساعد هيكون ويل باتكلم عن المستقبل يبقى when ويل وبعد كده الفاعل you وبعد كده الفاعل في المصدر finish when will you finish إمتى هتخلصي أو هتنتهي من عمل واجبك المنزل هتلها إن أناور في خلال ساعة كده when I finish لما أخلص أو أنتهي I will call you أنا هتصل بكي لا أوكي لا بأس أو حسنا I wait for your call then wait for أنا سوف أنتظر أنا هنتظر مكلمتك لما تخلصي هتكلميني جيب لي بعد كده السؤال الخاص بترتيب food الطعام أص ملكنا أو يخصنا energy طاقة health صحي جفز يعطينا أو يمدنا عايزين نقول الطعام الصحي بيمدنا بالطاقة يبقى healthy food الطعام الصحي gives us بيمدنا energy بي الطاقة healthy food اللي هو الطعام الايه الطعام healthy food الطعام الصحي gives us يعني بيمدنا energy بيمدنا بالايه بالطاقة كيك الكيك from muroco المغرب sfinj اللي هي الكيكة الاسفنجية of من a kind نوع is يعني يكون عايز يقول هنا sfinj اللي هي الكيكة الاسفنجية دي بتكون is a kind of ده بتكون نوع من الكيك from muroco وده الكلام ده من المغربي هنبدأ بكلمة sfinj sfinj اللي هي الكيكة الايه الكيكة الاسفنجية sfinj is sfinj ده بيكون بيعرفنا بيبقى a kind of cake نوع من الطعام بتكون طبعا نوع من a kind of a kind of ده بيكون نوع من كيك نوع من الكيكة نوع من الكيك from muroco من المغرب from يعني من muroco من المغرب بعد كده have bodies a gs in bones العظام 210 humans البشر there عايز يقول هنا البشر بيكون عندهم 210 عظمة أو 210 من العظام في اجسام هم in their bodies يبقى humans البشر ويمنز البشر have بيكون عندهم 210 من العظام 210 عظمة في اجسام هم in their bodies in their bodies في اجسام رقم اربع تناول الخضروات مور اكتر بيكون جدا تمام عايزين بقى نقولها ازاي تناول خضروات اكتر بيكون مفيد جدا او هام جدا اجسام اجسام تناول خضروات اكتر is very important بيكون هام جدا شوف بقى سير الاخطيرات بيقول هنا my mother likes منطي بتحب شجر السكر في الشاي not much not much يعني مش كتير ما بتحبش كتير من السكر في الشاي يبقى بتحب قليل من السكر في الشاي طيب عند السكر لا يعد السكر لا يعد عايزين هنا طبعا انا ما يفعش لاني ما عنديش نافي وبيقول لهم مش كتير هي بتحب ليل قليل من الكمية مني كسير مع الاسماء التي تعد في قليل لكن مع الاسماء التي تعد يبقى لينفى عندي وهي كلمة شجر ما بتحب سكر في الشاي بتاعها بعد كده بيقول لي هنا رقم اتنين يعني هل تود او هل ترغب نؤذك في بعض من القهوة طالما قال لي هل تود دي حالة عرض وفي حالة العرض والطلب انا بستخدم مين بستخدم سم هل تحب بعض او هل تود او ترغب في بعض او تناول بعض من القهوة بعد كده بيقول لي هنا ايه السؤال رقم ثلاثة بيقول لي هنا يعني الليمون وال ايه والبرتقال الليمون والبرتقال دي بتكون فاكهة ايه طبعا احنا بنعصرها بنلاقي هي كده فيها عصر كتير يبقى فاكهة عصيرية كلمة عصيرية يعني ايه جوسي فاكهة عصيرية يعني فاكده جواها عصر كتير رقم رقم اربع عايز يقول ايه السبب ايه السبب او ايه المبرر ان انت تيجي متأخر اليوم المبرر او السبب وهي كلمة اللي بياخد معها فور وهي كلمة رزن ايه المبرر او السبب ليه قدومك ليه متأخر اليوم السبب او المبرر لي رقم خمسة هلث نوع او جوت فور يور هلث ايه ايه اللي هو بيكون صحي بيكون مفيد لي يعني مفيد لي مفيد لي يور هلث مفيد لصحتك ايه صحي بيكون مفيد لصحتك طبعا الوجبات الخفيفة الصحية وهي كلمة سناكس الوجبات الخفيفة الصحية زي مثلا التفاح الوجبات خفيفة صحية دي بتكون جوت فور مفيد لي يور هلث لصحتك ايه زي هنا اتكلم عن هلث فود اتكلم عن الطعام الصحي وده اصلا موجود عندنا في الكتاب وكمان هقدمه لكم من ضمن اهم باراجرافات هم ومضاقع لمنهج الصف الثاني الاعدادي الترمي التاني اشتركوا في القناة